السلام عليكم الشيء الثاني هو اللي يهم وهم كل الجزائريين والجزائريات هو معرفة الحقيقة تساهم من الموقع انتعك وهذا الناس اللي رحم معك لانه اذا قدرت تحرق الارشيف اليوم وقدرت تخبيه هذه الجرائم التي ارتكبت وهذا التجسس الذي كان يمارس على العائلات غضو مركش رايح تمنع قدام ربي اليد تتكلم والعين تتكلم والوذن تتكلم والرجل تتكلم وما عندك حتى ونرك راح تروح والناس كاملة تشوف قدام ربي وعباده بالتالي من حق الجزائريين على جلبه شيء يعرفوا الحقيقة لذلك كجزائري نطلب منك على جلبه تكتب هذه المذكرات انتعك وتساهم في الحل بعد ما ساهمت في الفتنة تساهم في الحل من خلال هو انك تطلب من هذا العناصر وهذا الناس اللي يخدموه معاك من العمالات سواء كانوا في وسائل الاعلام والله من الناس هذو الضباط المكلفين بمهمة اللي رحم موجودين في الخارج ورحم يتقاضاوا في الاجر تاهم او من الناس اللي رحم موجودين في القنصليات وموجودين في المؤسسات على مستوى ثمانية وربعين ولاية من خلال العلاقات الامنية اللي درتها وانت في هذه المسئولية العلاقات الامنية الدولية اللي درتها مع هذه الدول هو انك تطلب الكف المتابعة تا هذي الناس المعارضين وهذي الناس اللي رحم ينوروا في الرأي العام وتبتعد نهائيا على الواجهة من خلال اعلان رسمي وتطلب من هذي الناس اللي كانوا يتعاونوا معاك هو انه تطلب منهم على جلباش يبعدوا نهائيا من هذا الاجرام هذا الذي يمارسه لشعب شي اللي نقول هولك يا الجنرال توفيق اتخيل غدوة يا الجنرال توفيق راك قدام لك بر وراه عزرائيل قدامك وراه منكر وناكير راهم قدامك اذا كانت مسلم بطبيعة الحالية التوفيق والمجازر التي ارتكبت في الجزائر في بن طلحة في الرمكة وفي كل مكان راكم تعرفوا المجازر التي حدثت واحد يجيك رأسه مقطوع واحد يجيك بلا رجل واحد يجيك بلا ذراع واحد يجيك بلا وذن واحد يجيك بلا عين ويقفوا قدام الرأس انتاعك التوفيق اتخيل يا توفيق وانتا را قدامك بر ويجيوا ليك الشيوخ والعجيز هذو كل هجرت لهم ولادهم اتخيل يا الجنرال توفيق ورا قدامك بر ويجيوا ليك اليتامة ايجيوا ليك المعاقين ايجيوا ليك المعطوبين اتخيل يا الجنرال توفيق وراها 200 ألف وأكثر من 200 ألف قتيل في الجزائر كلها واقفة قدام راسك كل واحد كيفاش مات واحد مات في المسجد واحد مات في انفجار واحد مات في بير واحد رميته حي في البحر واحد رميته من السماء في كوبتار وكل واحد كيفاش واحد مات تحت التعذيب واحد مات وانتم تعذبوا فيه بالله شين يول كل واحد راهوا وقف قدام راسك يتوفيق اتخيل الناس اللي لفقتولهم التهم انت على المطار يتوفيق غدوة راهوا مقدام ربي راهوا غدوة قدامك بوذياف وغدوة راهوا قدامك بو سليماني وغدوة راهوا قدامك حشاني وراهوا قدامك قصدي مرباح وراهوا قدامك أبو بكر بالقايد وراهوا قدامك صحفيين اللي ماتوا والآئمة والنساء والرجال والأطفال والشيوخ والعجزة اتخيل غدوة يتوفيق وانت القبر انت قدام القبر وشعب الجزائري كامل راهوا قدامك شعب الجزائري كامل منت في الظرح وقدامك وراهوا يلعن فيك وانت في القبر حط روحك في هذا الموقف يتوفيق لأنك ستموت في النهاية قلنا لك في وقت من الأوقات راهوا يجي نهار انتعك وراك تخرج والآن رانا ما نسمعه في وسائل الإعلام هو أنه تمت الإحالة انتعك لتقاعد هذا الشيء اللي عرفناه لكن غدوة قدام ربي رك رايح تسأل على هذا الأرواح ومش غير انت كل الناس اللي ساهموا في هذا الجرائم راه مريحين يسألون على هذه الدماء التي سلت وعلى هذه الأموال التي تم نهبها وعلى هذه الأملاك فيه ناس اللي قتلوهم والدول هم الأملاك انتاهم تخيل غدوة قدام ربي يا الجنرال توفيق انت قدام القبر وغدوة قدام يوم الحساب ويجيوا لك المغتصابات اللي تم الاعتداء على الشرف انتاهم الأمهات اللي تم الاعتداء على الشرف انتاهم فيه بعض الأمهات ازنوا بهم قدام ولادهم وشراه وراحي سلكك غدوة قدام ربي يا توفيق ما ينفعك لنزار ولا علي هارون ولا رضا مالك ولا شهاداء الزور اللي راه منهم مازال الي اليوم مازالي يمارس في الشهادة انتا الزور كيف شراك راح تدير غدوة يا الجنرال توفيق قدام المساجين كيف شراك الناس اللي قضىوا حياتهم في السجون أولاد انتاهم كبروا وتزوجوا ما يعرفوهمش كيف شراك راح يدير غدوة يا الجنرال توفيق قدام مئات آلاف انتا اللاجئين اللي ره موجودين في الخارج كيف منهم اللي خلى ولاده في الجزائر رهم صاروا جدود ما يعرفهمش كيف شرك راح تدير غدوة قدام الملفات انت على التجسس قدام الملفات انت على الفساد انت على الرشوة انت على السرقة انت على الجهوية انت على البني عميس انت على التصوير كيف شرك راح تدير غدوة الجنيرال توفيق قدام ربي كيف شرك راح تدير غدوة قدام ربي والمدرسة الجزائرية تم تضميرتها المسجد تم تضميرتها الأخلاق انت على الأسرة أسرة دمرت كيف شرك رح غدوة دير يا توفيق قدام ربي راني عارف باللي رحم كيني الناس يقولك باللي ما يتحملش المسؤولية وحده صحيح كل العملاء اللي كانوا معاك كل الناس اللي كانوا يخدموا معاك من شو هذا انت على الزور اللي كانوا يديوا في الأموال انت على السحت وانت على الحرام واللي كانت المهمة انتهم هي تشويه الشرفاء وتشويه النزاهاء وتشويه الكوادر وتشويه الباحثين وتخويف الرجال هذوك غدوة رحم غدوة رحم رحين يجيوا معاك ويتحشروا معاك غدوة كيف شرك رح تدير يا الجنرال توفيق وراحين غدوة يتبرؤوا رحين يتبرؤوا لان اكتشوفهم رأي العين رحم صاروا يسبوا فيك في وسائل الإعلام وصاروا ينتقموا منك وانتا حي وعينك تشوف غدوة كيف شرك رح تدير قدام ربي لما تلقى روحك وحدك امام رب الكون كيف شرك رح تدير يا الجنرال توفيق ما تنفعك لا فرنسا ولا امريكا ولا اسرائيل ولا السعودية ولا الناس اللي كانوا يدفعوا فيك للفساد ما تنفعك لا لقراص تاع بوتفليقة ولا لقراص تاع القيد صالح ولا لقراص تاع الناس اللي رحم يضربوك في الزرناء مدامك ما زالك حي يتوفيق بروفيتي هذي اليامات وتقدم باعتذار للشعب بالصوت وبالصورة وبكي قدام الشعب لعلى الله الشعب هذا يحن عليك واطلب من العملاء اللي كانوا يخدموا معاك اللي رحم ما زالوا إلي اليوم سواء كانوا في الجيش والله في الشرطة والله في الدرك والله في المساجد والله في المؤسسات بالمختلف انتع الهيئة انتعها اطلب منهم على جلبش يكفوا من المتابعة انتع الشرفاء وانتع الحرار بروفيتي يا توفيق وروح ابكي الرب اعتذر واطلب البشر ربي يغفر لك وروح حج وعوض قادر تعوض قادر تعوض احنا عارفين باللي الارواح اللي سقطت ماركس راح يتعاود الترجع الروح انتاها ولكن قادر تساهم قادر تساهم من الموقع انتاك وقادر ان يساهموا كل هذي المجرمين اللي كانوا معاك قادر ان تساهموا في انقاذ ما يمكن انقاذه قادر ان تساهموا في اعادة اللحمة بمساعدة كل الشرفاء اللي راهم يسعاوا على جلبش يعودوا اللحمة للجزائر تساهموا من خلال الاموال اللي سرقتوها وديتوها بالجهر وديتوها بالزور قادر ان تساهموا وتحطوا هذه الاموال في الخدمة انتها الشعب تتنازلوا على الاملاك اللي درتوها طواعية وتطلبوا من ربي على جلبش يغفر لكم وتطلبوا من هذا الشعب بش يعفو عليكم وما تورثوش لولادكم لاحقاد لانه راهم ولادكم راهم رايحين يدفعوا الثمن كما راهم من الان راهم يدفعوا فيها ولاد تلقى ذافي راكم تشوفوا فيهم رأي العين ابروفيتي يتوفيق ابروفيتي يتوفيق وحاول هو انه تساهم من خلال الموقع انتاك وهذا الناس اللي راهم معاك طرطاك والكلون تع ناصر الجن والجماعة اللي معاك تساهموا في اعادة الاعتبار للناس اللي ظلمتهم للناس اللي شوهتهم للناس اللي قتلتهم بالزور وبالبهتان ساهم يا توفيق انتا والناس اللي كانوا معاك واطلب ربي على جلب الشيخ فرلك انا من هذا المنبر من المؤمنين بالمصالحة الحقيقية رغم الجرائم اللي حثت في البلاد لانه احنا راني نفكره في الاجيال ما ناش نفكره في رواحنا انا شخصيا اي واحد ظلمني اي واحد اكتب عليا اي واحد شوهني اراني سامح له قدام ربي وعباده من اجل على جلبه اشتعيش الجزائر ومن اجل على جلبه اشتنهض الجزائر سارع يتوفق بل اكتلقى الناس اللي يغفروا لك وبروفيتي ما زالوا الكيامات واذا كان بقيت على هذا الغي انتعك فيما بعد اراك رايح اراك رايح اتعيش مع الشيطان ويساعدك يا فعل الخير هذه الكلمة انتعي باختصار ان اصبتوا فمن الله وان اخطأتوا فمن نفسي ومن الشيطان اشكر كل اخوة اللي شاركوا معنا في هذا البرنامج اللي كان خاص بالجنرال توفيق المأساة نلتقي ان شاء الله في الاسبوع القادم الى ذلك من الحين تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته